رداً على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية بشأن عدم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكل ما يحدث قال متحدث الكريملين الروسي ديمتري بيسكوف إن البنتاجون والخارجية الأمريكية يجهلان ما يجري في موسكو الرئاسة الروسية أضافت أن مسؤولي الوزارتين لا يفهمون بوتين ولا آلية صنع القرار الروسية على حد تعبيرها واعتبر بيسكوف أن سوء فهم واشنطن سيؤدي لاستنتاجات خاطئة ومتهورة لها عواقب وخيمة للغاية على حد وصفه قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أن روسيا تكذب بشأن خفض التوتر في شمال أوكرانيا وفي محيط كييف شتولتنبرغ أوضح أن تقريرا استخباراتيا كشف عن إعادة تمركز الوحدات الروسية ولكن روسيا محيط دعوى عن أجداء تستميع نشف عنها لذلك نقطة روسيا على أجاواتها، ليس على أجاوباتها يسرح إلى أجدنا متأكدر أجدنا أن ذكبه لا تقرير أسفل ولكن تقرير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي خلال كلمة له في البرلمان الأسترالي إنه يجب محاسبة روسيا على أخطائها مشددا على ضرورة فرض المزيد من العقوبات على روسيا لكي توقف غزوها توقف الآن لا يمكن أن على خير لا يمكن أن على خير أو تريد محاسبة يعني أن لا يمكن أن يساعد أي من الأمور من المستخدار من الوضع التي سيجد إذا كان محاسبة نجمع سيئة لا يمكنني العالم في العالم لا يمكن أن لا يمكن الممكن للحياة المترجم للقناة